اشتركوا في القناة وهي تتصدى لهذه الصواريخ كما نلاحظ وهذه الصواريخ كانت قد طالت كريات شيمونة وكذلك منطقة المنارة الموجودة في الشمال الاسرائيلي كما نلاحظ هنا وهذه هي المناطق التي كانت قد استهدفت من قبل حزب الله اللبناني هنا في الجليل الاعلى وهذه تأتي بعد يوم واحد من هجوم من قبل حزب الله اللبناني ايضا بثلاثين صاروخا او حتى اكثر من ثلاثين صاروخا على العمق الاسرائيلي على الشمال الاسرائيلي في حقيقة الأمر أيضا ظهرت القبة الحديدية وهي تتصدى لكل هذه الصواريخ وطبعا المنطقة التي نتحدث عنها هي تأتي كل البلدات التي تأتي باتجاه البحر المتوسط وزرعيت على سبيل المثال وبالتالي هذه المنطقة أصبحت ملتهبة للغاية يوميا تقريبا حزب الله اللبناني يوجه بصواريخه ضربات عنيفة للغاية على كل هذه المناطق بالإضافة إلى ذلك إلى أنهم قاموا بإرسال مقطع مصور للمواطنين الإسرائيليين الموجودين في الشمال الإسرائيلي يوضحون من هذا المقطع حزب الله طبعا بأن عليكم ترك هذه المدن اترك مدينتك ولا تبقى في هذه المدينة المقصد هنا اترك الشمال الإسرائيلي لأننا سنصعد بشكل كبير في الفترة القادمة وبالنسبة أيضا للجانب الإسرائيلي من جهة أخرى هو يوجه ضربات عنيفة للغاية ومدمرة للجنوب اللبناني لاحظ طبيعة الدمار هنا من الضربات الإسرائيلية التي جاءت على العديد من النقاط الخاصة بحزب الله اللبناني وكذلك أن بعض الضربات أدت إلى مقتل مدنيين ثلاثة مدنيين قتلوا بسبب هذه الضربات بالتالي الضربات تتصاعد بين الطرفين بشكل غير مسبوق وهذا كله يعود لأسباب بدأت إسرائيل تصعد من أجلها إسرائيل بعد التحشيدات الكبيرة التي قامت بها في هذه المنطقة بدأت تتحدث ببساطة بأن كل الجهود الدبلوماسية التي طلبناها من المجتمع الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية لإبعاد حزب الله اللبناني على مسافة عشر كيلومترات خلف النهر الليطاني تطبيقاً للقرار الدولي ألف وسبعمائة وواحد لم يتحقق نهائياً بل للعكس حزب الله مستمر في هجماته على الشمال الإسرائيلي وبأن المواطنين الإسرائيليين مئة ألف منهم تقريباً لم يعودوا متواجدين في هذه المنطقة تماماً بالتالي إسرائيل في الفترة الأخيرة وفي الإسبوعين الماضية بدأت تحشد بشكل كبير وبدأت تقول بأننا سنبدأ بعمل عسكري على جنوب لبنان وبدأوا يصعدون من حملاتهم العسكرية من حملات الطائرات وضربات الطائرات الكبيرة على العمق اللبناني كما لاحظنا في الفترة الماضية وكذلك أيضاً في نفس الوقت قاموا بعملية توغل في الداخل اللبناني بحسب ما تحدثت عنه المواقع المقربة من حزب الله اللبناني وبيانين رسميين من حزب الله اللبناني مؤخراً تحدثوا عن هذه المسألة عن عملية توغل من قبل إسرائيل وتصدي من قبل حزب الله اللبناني وبعدها انسحبت هذه القوة وكذلك قاموا بنفس الأمر في نقطة أخرى من اتجاه زرعيد في وادي قطمون وفي زرعيد وهذا هو الذي أشعل الأمور بالنسبة لحزب الله اللبناني ضربات جوية كبيرة عمليات وقوى من إسرائيلية أو قوات إسرائيلية بدأت تدخل لاستطلاع الدفاعات وغيرها تدخل وتنسحب كما حدث في قطاع غزة هنا حزب الله اللبناني لم يكذب خبراً أبداً وبدأ يصعد كما نتحدث اليوم بضربات صاروخية عنيفة جاءت على نقاط مهمة هي في الجليل الأعلى التي لاحظناها قبل قليل وكذلك في هذه المناطق والبلدات وهذا الأمر مستمر كل ساعة وكل ساعتين أو ثلاث ساعات تقريباً نرى هجمات صاروخية وضربات بالطائرات من قبل الطرفين وهذه طبعاً تحقق العديد من الأمور بالنسبة لحزب الله اللبناني حزب الله اللبناني الآن يريد القول ببساطة بأننا حاضرون لن نتعرض للردع أبداً ونحن حاضرون لهذه الحرب إن تدخلت إسرائيل أو دخلت في حرب برية فنحن قادرون على تقديم الكثير والدخول بحرب مباشرة مع إسرائيل بالإضافة إلى ذلك أيضاً هم يريدون أبقاء هؤلاء المدنيين بعيدين عن كل هذه المدن أبقاء الشمال الإسرائيلي بلا مدنيين لأن هذا يجعل ببساطة الشمال الإسرائيلي هو ليس آمناً للإسرائيليين كذلك إنه يكلف إسرائيل الكثير من الأموال والخسائر الاقتصادية وأيضاً في نفس الوقت يضع ضغطاً كبيراً على حكومة بنيامين نتنياهو بسبب إن المعارضة الموجودة في إسرائيل من اليسار يقفون ضد هذه المسألة أو ينتقدون نتنياهو بسبب عدم حله لهذه القضية وأيضاً المواطنين الإسرائيليين من الشمال ينتقدون نتنياهو لأنه لم يحل هذه المسألة وهو يتعرض إلى ضغوط بسبب كل ما جرى في السابع من أكتوبر وهذه تفتح باباً كبيرة وخطيرة من الممكن أن تؤدي إلى سقوط حكومة نتنياهو كما يرى أعداء نتنياهو فالضغط لا زال مستمرة لكنها حكومة حرب بكل تأكيد وهي في حرب كبيرة وهذا ما يريده حزب الله بالضبط من هذه الأمر ومن هذا التصعيد كذلك ضرب الصواريخ وإطلاق الصواريخ بهذا الشكل الكبير هو أيضاً يجعل مسألة المنظومات القبة الحديدية أولاً تكشف مواقعها وثانياً تستنزف الصواريخ فيها أيضاً هذه تعتبر مسألة مالية عسكرية كبيرة هو يعني أن إسرائيل ستحتاج المزيد من المساعدات للإستمرار في عملية التصدي لهذه الهجمات وإسرائيل لديها مشاكل وخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتعرض إلى الكثير من الضغوط بسبب مساعدته لإسرائيل في كل ما يجري في قطاع غزة وعلى هذا الأساس حزب الله كلما زاد من صواريخه ستكون هناك مصاعباً بالنسبة لإسرائيل على المستوى المادي العسكري فالقبة الحديدية على سبيل المثال الوحدة الواحدة من القبة الحديدية تحمل ما يقارب العشرين صاروخاً أي من الستين صاروخاً التي انطلقت يوم أمس على الجليل الأعلى كانت إسرائيل بحاجة لاستخدام ثلاث وحدات من القبة الحديدية وذلك للتصدي لكل هذه الصواريخ وهذه أيضاً مسألة خطيرة بسبب أن حزب الله اللبناني يمتلك ترسانة صاروخية كبيرة للغاية من الممكن أن يستخدم ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف صاروخ في اليوم الواحد ولأشهر طوال وهذا سيكون خطيراً للغاية على إسرائيل إن فكرت إسرائيل على سبيل المثال من اقتحام المنطقة الجنوبية اللبنانية فإن حزب الله هنا يمكن أن يباغت من خلال مظلة الصواريخ التي تطلق أو الغطاء الصاروخي الكبير الذي دائماً ما يجعل الجنود الإسرائيليين أن يذهبوا ويختبئوا في المخابئ الخاصة بهم من أجل تفادي هذه الصواريخ وبعد ذلك يقوم حزب الله بعملية اختراق إن كانت في الجليل الأعلى أو في أي منطقة أخرى بينما إسرائيل تقوم باختراق للجنوب اللبناني وهنا سيزعزع الوضع تماماً ستزعزع حزب الله وسيزعزع حزب الله الوضع في الشمال الإسرائيلي مع مثل هذه العمليات الأمور تصاعدت إلى درجة خطيرة للغاية وبدأت الأمور تبدو وكأننا متجهين الآن لحرب إلى درجة أن الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا وفي العراق على ما يبدو بأن هذه الفصائل بدأت تنخرط في هذا الصراع شيئاً فشيئاً من خلال إطلاق الطائرات المسيرة مباشرة على العمق الإسرائيلية الأمر بدأ واضحاً منذ بداية هذا الشهر على سبيل المثال في الأول من مارس ظهرت المقاومة الإسلامية في العراق كما تلاحظون وهي تطلق طائرات مسيرة سبقة وأرأينا هذا النوع من الطائرات وهو يستخدم على القواعد الأمريكية الموجودة في العراق أو قواعد العراقية التي تستضيف المستشارية تحالف الدولي في العراق وكذلك أيضاً في نفس الوقت في الثالث من مارس قبل أيام قليلة صدر بيان من نفس الأطراف من نفس هذه الفصائل تقول بأنهم استخدموا طائراتهم المسيرة باستهداف واستهدفوا ميناء حيفا محطة للمواد الكيميائية في ميناء حيفا في داخل إسرائيل أيضاً صدر بيان يوم أمس في الخامس من مارس أيضاً استهدفوا فيها حيفا كما تلاحظون والهدف كان هو عبارة عن محطة للكهرباء أصبحت هذه أهدافاً حيوية لهذه الفصائل المسلحة وما هو مثير مع هذا البيان كان هناك مقطعاً مصوراً صور من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية لطيار إسرائيلي بطائرة الأف خمسة عشر فجأة رأى هذه الطائرة المسيرة بالقرب منه على مرتفعات الجولان وتمكن من التصدي لهذه الطائرة المسيرة وبالتالي ساعات فقط عن هذا البيان وعن هذا المقطع المصور الذي نراه الآن ومن خلال رؤية أو من خلال النظر من الكاميرا الخاصة الموجودة على خوذة هذا الطيار ظهرت المنطقة نوعاً ما في الأسفل ونوعاً ما كشفت طبيعة هذا الموقع أين هو في الجولان تحديداً وهي تكشف العديد من المساء ظهر على سبيل المثال هذا الطريق الذي ترونه ليس واضحاً مئة بالمئة ولكن واضح بأنه طريق يأتي بهذا الشكل تصبح الصورة أكثر وضوحاً مع هذه اللقطة يصبح أمامك بأننا أمام الطريق موجود في الجولان بهذا الشكل تحديداً في هذه المرتفعات ليست هناك أي علامة أخرى واضحة لنا من طبيعة أين من الممكن أن يوجد هذا الموقع ولكن إذا ما ذهبنا إلى مرتفعات الجولان الآن لنبحث عن مثل هذا الطريق بتطابق الصور سنجد بأن كل شيء يتطابق مع هذه المنطقة هو نفس الطريق تماماً الذي ظهر من خوذة أو من التصوير الخاص بهذا الطيار الإسرائيلي في الأف خمسة عشر ونفس الطريق تماماً أيضاً ظهر على هذه المنطقة وبالتالي الصورة الأخيرة التي رأيناها والتي أشرنا عليها تقريباً تأتي بهذا الشكل ما هو مثير أن الطائرة المسيرة كما لاحظنا كانت تتجه إلى اليمين أي أنها لم تكن متجهة على العمق الإسرائيلي وهذا قد يفسر وقد يوضح لنا بأن هذه الطائرة المسيرة التي جاءت من سوريا هي كانت تحاول استغلال هذه المناطق المفتوحة تحاول أن تقوم بعملية مناورة للدخول لهذه المناطق المفتوحة بين البلدات الإسرائيلية وذلك من أجل تفادي الدفاعات وتفادي الرادارات بالتحليق بشكل منخفض في مرتفعات الجولان ولكن الطائرة الإسرائيلية كانت حاضرة في عملية التصدي لهذه الطائرة المسيرة وبالتالي المساحات المفتوحة كلها حاضرة بالنسبة لهذه الطائرة المسيرة من أجل تحقيق الهدف الذي تبحث عنه بمعنى آخر أن الطائرة المسيرة من المفترض أن تنطلق بهذا الشكل حتى تصل إلى حيفا وتستهدفها هذا هو بالوضع الطبيعي ولكن في هذه الحالة هم يعلمون بأن الدفاعات الإسرائيلية في متأهبة وهناك خطة دفاعية قوية وعلى هذا الأساس يبدو أن المسيرة دخلت لهذه المنطقة لمرتفعات الجولان وبدأت بعملية مناورة اللقطة كانت بهذا الشكل عندما تصدت لها الطائرة الأف خمسة عشر التي يبدو بأنها كانت تحلق بهذه الطريقة بعد أن ضبطت هذه الطائرة المسيرة بالتالي الطائرة المسيرة التي نراها واضح بأنها تناور من أجل عبور أو استغلال بحيرة طبرية ومن ثم التوجه إلى المساحات المفتوحة مثل هذه المرتفعات التي رأيناها هذه المساحة المفتوحة الأخرى وهذه المساحات كلها تسمح للطائرة المسيرة بالمناورة للوصول لهدفها بالأساس وأيضا أن تمكنت من اختراق هذه المساحة المفتوحة على سبيل المثال ونالك مساحة مفتوحة كبيرة ممكن للطائرات أن تستغلها طبعا هنا لاحظ كيف هي مساحات مفتوحة ومن الممكن للطائرات المسيرة أن تتسلل وأن توجه هذه الضربات لحيفا وهذا يعتبر انذارا كبيرا للغاية من الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا أو حتى الموجودة في العراق باطلاق هذه الطائرات المسيرة لماذا؟ لأنهم هنا يشاركون حزب الله اللبناني في حالة وجود أي حرب أو اشتعال الأمر فإن هذه الجبهة ستكون مشتعلة بشكل خطير ونحن نتحدث هنا عن طائرة مسيرة واحدة هي التي تمكنت إسرائيل من استيادها فإذا انطلقت العديد من الطائرات المسيرة مرة واحدة واستغلت كل هذه نقاط الضعف التي تحدثنا عنها فمن الممكن جدا أن تضع ميناء حيفا تحت النار وتحت الضغط وإن إسرائيل بحثت عن عملية التقدم أيضا باتجاه الجنوب اللبناني هنا فإن حزب الله اللبناني أيضا لديه إمكانيات صاروخية وإمكانيات من الطائرات المسيرة من الممكن أن تكون أيضا خطيرة على حيفا باستغلال البحر المتوسط بأي مناورات أخرى ممكن أن يكون الهدف كبيرا جدا في حيفا ولماذا حيفا ميناء حيفا يعتبر شيئا مهم يعتبر ميناء مهم بالنسبة للجانب الإسرائيلي منذ أن بدأت جماعة الحوثي بالتصعيد بشكل خطير على البحر الأحمر وجعلت ميناء إيلات عبارة عن ميناء للأشباح لم تعد هناك الكثير من السفن التي تصل إلى ذلك الميناء بالتالي هذا الميناء هو الميناء الأهم هو الميناء الذي تعتمد عليه إسرائيل بالدرجة الأساس ولهذا السبب الفصائل المسلحة المقربة من إيران دائما وأبدا تستهدف هذا الميناء بالدرجة الأساس وبالتالي يريدون تحقيق بعض الاستهدافات لجعل شركات الشحن متخوفة من الوصول إلى هذا الميناء وبالتالي يكون هناك حصار على الموانئ الإسرائيلية هذا هو الهدف الأساسي من كل هذه الاستهدافات التي نتحدث عنها وبالتالي مرة أخرى تكلفة كبيرة جدا على الداخل الإسرائيلي ويضعون حكومة نتنياهو وحكومة الحرب تحت النار وتحت الضغط وهذا التصعيد الكبير الذي نتحدث عنه مع حزب الله اللبناني مع فتح هذه الجبهة السورية مرة أخرى التي نتحدث عنها هي تتصاعد مع انهيار هدنة رمضان في قطاع غزة ومن يساعد أيضا من جهة أخرى هي جماعة الحوثي في اليمن نعم يوم أمس كان هناك تطورا جديدا تحدثت عنه القيادة المركزية الأمريكية وتحدث عنه أيضا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى السريع الذي قال بأنهم هاجموا بالصواريخ والطائرات المسيرة مدمرتين أمريكيتين لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت بأن الهجوم طال يو اس اس كارني المدمرة الأمريكية بصاروخ وثلاث طائرات مسيرة وتمكنت هذه المدمرة من التصدي لكل هذه الهجمات ولكن أيضا جماعة الحوثي عادت لتقوم بهجومه ويتطور في هذه اللحظات التي نتحدث عنها تحدثت عنه أهيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية عن أن هناك هجوما قد طال أحدى السفن في خليج عدن هنا في هذه المنطقة وهذه الهجمات كلها تأتي بعد هجوما ناجحا من جماعة الحوثي على سفينة أم أس سي سكايتو التي قالت الجماعة بأنها إسرائيلية لكن اتضح بأن هذه السفينة في حقيقة الأمر هي سويسرية لأن شركة أم أس هي سويسرية ولكن تمت إصابتها بصاروخ بنجاح لا قتلى لا جرحة وصارت بطبيعتها وصارت بشكل طبيعي باتجاه جيبوتي لكن الضرر حاضر من قبل هذه الجماعة ويبدو بأن إيران تستغل كل هذه الأمور لمصلحتها بشكل كبير خاصة في التقدم النووي معهد العلوم والأمن الدولي كان قد وضع تقييما للتقرير الأخير الذي صدر من الوكارة الدولية للطاقة الذرية للتطورات النووية الإيرانية الآن في هذا الظرف وقد تحدث هذا المعهد الذي نتحدث عنه عن إن إيران الآن في ظل هذه الظروف لو اتخذت قرارا بالوصول للقنبلة النووية فهي قادرة للوصول إلى 13 قنبلة نووية كما تلاحظون تستطيع من الوصول بشهر واحد فقط إلى 7 قنابل النووية خلال شهرين 9 قنبل النووية 11 قنبلة في 3 أشهر من 13 أو من 12 إلى 13 قنبلة في 4 أشهر ولكن ما هو مؤكد لهذا المعهد بأن 13 قنبلة نووية ممكن أن تصل لها إيران خلال 5 أشهر لاحظت تطول الكبير التقرير هذا يوضح لك بأن إيران تغيرت تماما عن 5 أشهر وال6 أشهر الماضية الأرقام لم تكن بهذا الشكل كان الحديث عن 3 قنابل 4 قنابل قنبلتين لكن مخزون اليورانيوم العالي الذي تمتلكه إيران إن كان من نسبة تخصيب اليوراني بنسبة 60% أو حتى بتخصيب 20% يمكنها من الوصول إلى كل هذه القنابل التي تحدثنا عنها الآن دون تعرض إلى أي ضغط من أي أحد